وللحديث عن اليوم العالمي للفساد والاتهامات للعملية السياسية بالفساد وأصطى تواصل تصنيف العراق من بين أكثر الدول فسادا بالعالم معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو أهلا ومرحبا بك دكتور صباح أهلا ومرحبا بكم حياك الله لماذا لا يزال العراق يصنف ضمن دائرة الدول الأكثر فسادا كل حكومة تأتي تعلن عن برامجها الحكومية لمكافحة الفساد ولا شيء ملموس حقيقة بهذه المناسبة باليوم العالمي لمكافحة الفساد العراق أحد أعضاء هيئة الأمم المتحدة لا شك في ذلك ويجب عليه الالتزام بهذه الاتفاقية ولكن نلاحظ أن الحكومات التي سبقت السيد السوداني جميعاً وبما فيها السيد السوداني بداية تبدأ بعملية ترويج لوعود ولقاءات صحفية والعمل على غسيل لما هو سبقها من وعود والعمل على تجديدها بأساليب تحاول أن ترضي الشارع العراقي بأن هذه الحكومة ستعمل على مكافحة الفساد علماً بأن هناك كثيراً من المؤسسات المختصة في هذا المجال أنها صامتة في هذا اليوم العالمي لمكافحة الفساد مثل النزاهة والرقابة المالية والهيئة المالية للرقابة في داخل مجلس النواب وغيرها هذا يدلل على أن منظومة الفساد يصعب على كل حكومة بعد 2003 أن تخرج من جعبتها وإنما أن القوى السياسية الحاكمة ضمن عملية المحاصصة تداخلت بشكل كبير جداً لا تتمكن هذه الأحزاب أن تأتي بحكومة تعمل على حاسبة الفسادين بشكل أو بآخر ولذلك اللاحظ لم يتمكن السوداني حقيقةً من محاكمة أو محاسبة الفاسدين رغم أنه بدأ بإطلاق الدعاية الإعلامية الكبيرة بعد اعتقاله لاثنين من حيتان الفساد علي غلام وكذلك أيضاً نور زهير ولكن تم إطلاق سراعهم بأسرع ما يمكن وهذا يدلل على أن هناك جهات أخرى أو ما يسمى بالدولة العميقة هي التي تفرض نفسها على إدارة الدولة دكتور عندما تعترف الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنيه هنس بلاس خارت أن سرقة القرن لن تكون الأخيرة في العراق إلى أي مدى فقدت المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي الأمل بالعملية السياسية العراقية هذا الاعتراف أو هذا التحقيق ناتج لي أن الفساد في عمق العملية السياسية وعميق في الدولة العراقية حالياً إذا كانت هناك دولة يعني هنا يدلل على أن القانون من الهشاشة والذي يدعى في الدستور أنه مستقل لا يمتلك الإمكانية في اتخاذ أي إجراء قانوني وتحقيقي مع العناصر المرتبطة بالقوى السياسية الحاكمة على مدى خمسة حكومات ماضية ولذلك نلاحظ أن مسؤولة الأمم المتحدة تتحدث بأمق وبشكل واضح دون أي شكل من أشكال الردود من قبل القوى التي تشير إليها هذا الجانب يدلل على أن العالم والأمم المتحدة متفقون أن الفساد في العراق عميق جداً ما الذي أسهم في تجذر الفساد بالدولة في العراق رغم وجود كل هذه العيئات المفترض بها يعني المخصصة لمكافحة هذا الأمر حقيقة هذه الفساد وعمقه بحياة الدولة العراقية هو ليس نتاج اليوم وإنما حالة راكمية لما مر به العراق بدءاً من الحروب ثم عملية الحصار لفترة أكثر من 13 سنة وكذلك أيضاً الممارسات التي مارستها إدارة المحاصصة بعد 2003 وتقسيم الكعكة وبنفس الوقت أن الوضع العالمي والوضع الإقليمي يشجع بهذا الاتجاه كما لاحظنا أن هشاشة الدولة العراقية وضعف الحكومات عجلت بشكل أو بآخر لإيجاد منظومة للفساد مرتبطة إقليمياً ودولياً وهذا هو الذي حصله ولذلك اللاحظ انتشر بشكل سريع جداً كالمخدرات التي انتشرت في العراق خلال فترة زمنية قصيرة وكذلك أيضاً السلاح يعني اللاحظ الذي شجع على عمق الفساد وانتشاره أولاً عدم وجود القانون بشكل أو بآخر وإنما العمل على تسييسه كما تريد القوى السياسية الحاكمة وبنفس الوقت انتشار السلاح انتشار الميليشيات هذا أدى إلى سهولة الحصول على السلاح وغيره والعمل على سرقة المال العام بأساليب حديثة تتطور يعني لو رجعنا إلى 2005-2010 كانت عمليات السرقة ليست بهذا الحجم كما هو حصله في سرقة تأمينات الضرائب التي تقدر بأكثر من 2.5 مليار دولار هذا الجانب بصراحة هو الذي أعطى لي مندوبة الأمم المتحدة أن تصرح بأن الفساد في العراق سيكون أعمق وأكبر من سرقة القرن نعم من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح لو كنت معنا في بانوراما الرافدين عبر سكايب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم